عندي أن من الحلقة قبل الماضية وقد نبهني إلى ذلك لعل شيخ محمد الرابط إذا جاه الله خيرا بمكالمة هاتفية قال لي سألتكم فتاة بن بغازي عن مسألة أنه أتاها الحيض وهي صغيرة وكانت لا تدرك معنى ذلك وقد صامت حياء صامت جزء من رمضان وهي حاير قال لي قلت لها يعني من باب السهو قال لي هو قلت لها لا قضاء عليك وأنا الذي أذكره لم أذكر القضاء وقلت لم أقول لها لا قضاء عليك طبعا القضاء ضروري بالنسبة لي لكن ربما قلت لها لا شيء عليك يعني اللي هي صامت حاجة ممنوعة تستغفر الله سبحانه وتعالى ولا شيء عليها في مثل هذه المسألة أما أنا كل حال في كل حال أنا أذكر أنا أذكر شيخا أنا كما قلت الآن أذكر ذلك أنا كنت معك في هذه الحلقة وذكرت بأنه لا شيء عليها أنا أذكر أنك لم تذكر شيء عن القضاء وأنت ذكرت بأنه لا شيء عليك لا يسمع عليك نعم نعم مع ذلك ومع ذلك نحن يعني بهذه المناسبة نقول لها إن ذلك لا يعفيك من قضية القضاء نعم نعم لأنها صامت في نعم في وقت لا يجوز له لها فيه الصيام فالقضاء لا يسقطوا وعلى كل حال بارك الله في الشيخ الذي بارك الله